أشهد أن لا إله إلا الله الركن الأول من أركان الإيمان هو الإيمان بالله الإيمان بالله يقوم على الإيمان بوجوده والإيمان بوحدانيته وحدانيته في رموبيته في ألوهيته في أسماء وصفاته هذه المادة ستتحدث عن الركن الأول من أركان الإيمان بالله وستتحدث في الركن الأول من أركان الإيمان بالله عن جزئين اثنين الإيمان بوجوده والإيمان برموبيته الإيمان بوجوده هناك أدلة كثيرة على وجود الله أول دليل من أدلة وجود الله دليل الفطرة وهذا هو درسنا اليوم ما المراد بدليل الفطرة؟ كيف نستدل بالفطرة على وجود الله ما هو أول واجب على المكلف بناء على أن الإقرار بوجود الله أمر فطري دليل الفطرة تقول أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا قد جعل في أصل خلقتنا في جبلتنا أن الإقرار بوجود الله بمجرد أن ينظر الإنسان إلى نفسه إلى الشمس إلى القمر إلى الأرض يقول لا بد أن يكون لها خالق هذا الخالق محبوب لأن هذا الخالق أمدنا بهذه النعم فنحن نحبه هذا الخالق الذي نحن نحبه واجب علينا أن نشكره كيف نشكره؟ ننظر هل هو بيّن لنا طريقة نشكره بها؟ فإذا كان قد أرسل لنا رسولا يعرفنا بكيفية شكره فنحن نشكره ولذلك نقول هذا الأمر فطري في النفوس الإقرار بوجود الله فطري سيقول يعني وضح لي كيف تستدل به تقول له أن الإقرار بوجود الله أمر مفروض على الذهن فرضا بحيث لا نحتاج فيه إلى استدلال وإلى نظر إنما مجرد التصور مجرد التصور تتصور هذا الكون أنه مخلوق لا بد له من خالق لا بد له من خالق هذا يسمى دليل الفطرة هذا الدليل يعرفه العرابي قديما ويعرفه الإنسان الحديث العرابي قديما يقول لو وجدنا بعرة في مكان هذا يدل على أن هناك بعير مرة بهذا المكان وإذا أردنا الآن إذا دخل لص في بيت أو وجدوا آثار أقدام ماذا يصنعون هل هم يناقشون أنه دخل شخص أم لا دخل شخص لا هم يناقشون الآن لمن هذه الأقدام لمن هذه الأقدام فالأثر يدل على المسير ولذلك العرابي ماذا قال قال فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير يا إخوان لو أن هناك مجموعة من العلماء تكشفت لهم في صحران ربع الخالي مدينة سيحضرون إلى تلك المدينة ويبدأون في دراسة من بناها في أي عصر في أي زمن قد بنيت هذه المدينة لو شذ واحد منهم فقال هذه المدينة قد بنت نفسها بنفسها فصار هذا العمران وهذه الطرق هكذا صدفة وإنما تجمعت الرمال ونزلت الأمطار فحفرت الطرق وبنت المباني هل يقبلون من هذا الكلام؟ لا يرمونه لأن هذا الأمر مخالف للدلالة الفطرية فطرة في النفس الذي يفقد هذا يفقد هذا الأمر هذا فقد العقل الدليل أنظر ليجرب كل واحد منكم أيها الأحبة مع أخيه الصغير في المنزل تعال وضربه صفحة من الخلف سيلتفت يقول من ضرب لو قلت له يا أخي لا هذه الصفحة تكونت في الهواء ونزلت عليك وهل يقبل هذا؟ ما يقبل هذا بمجرد أن يبدأ الإنسان يعرف أن هذه جمرة وهذه تمرة ويبدأ يعرف أن هناك شيء لم يكن موجود ثم وجد لا بد لهم الموجود هذه تسمى ضرورة عقلية وبدهية في الفطرة قال الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبوه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني الفطرة هي توحيد الخالق جل جلاله الإيمان بالله وبحبه سبحانه وتعالى وأنه منفرد بخلق هذا الكون الملكي وتدبيره وأنه واجب شكرا قال الله عز وجل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا هذا الميثاق من الأقوال في هذا الميثاق أنه هو ميثاق الفطرة أيضا التي فطر الله عز وجل الناس عليها على الإقرار بوجود الله وبربوبيته وباستحقاقه سبحانه وتعالى بالعبادة لذلك أيها الأحبة في الله لما كان الإقرار بوجود الله أمر فطري ولذلك لم يأتي الأنبياء والرسل في دعوة الناس على النظر والاستدلال ويثبتون لهم وجود الله إنما جاءوا مباشرة يعلمونهم كيف تعبدون الله وأنه لا يصح لكم أن تعبدوا مع الله غيرهم لذلك كان أول واجب على المكلف في ديننا الإسلامي هو أن ينطق بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود استحق العبادة إلا الله لأنه في فطرة هو الخالق هذا الكون مالكه ومدبره المنفرد بذلك فلذلك أنا أعبده وأشهد أن محمد رسول الله أعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو أول واجب على المكلف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى هذا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وكان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله بهذا المعنى عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أرض اليمن قال له إنك ستأتي قوم أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى ماذا إلى الإقرار بوجود الله لا لكون الإقرار بوجود الله في الفطر قال إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يملأ قلوبنا بالإيمان به وأن يجعلنا متبعين لسنة نبيه وصلى الله وسلم ومبارك على عبد ورسول محمد وجزاكم الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر